حط الشفشة أو كوباية في الستير وإوعي بقى تشليها من مكانها بجد الفكرة دي جميلة جدا والفيديو كله أفكار جميلة أتعجبك بإذن الله يلا بينا بقى نشوف أول فكرة معانا إيه لو ألم جاف بقى أو حبر وطفح في إيدك بالشكل اللي انت شايفاه ده إوعي بقى تمسحي ولا تجيب عليه مياه خالص هاتي بقى أي نوع برفان عندك أو إزبري وبدأي رشي شايفين بقى شايفين المنديل بقى عامل معايا إزاي بصراحة الفكرة دي جميلة جدا أي بقى نوع إزبري عندك أو برفان أو كحول أي حاجة كده رشيها هتلاقيها بقى طلعت معاك بمنتهى السهولة شايفين بقى مفيش أسهل من كده بصراحة بتبقى فكرة صعبة جدا ومش لقي إلا حل ففكرة هنا الإزبري هيطلع عليك معاك بمنتهى السهولة حتى برضو لو مسكت معاك في هدوم هتعملي بقى الفكرة ديت هتلاقيها برضو طلعت معاك بمنتهى السهولة في الهدوم أو في إيدك ابدأي بقى فروكي ومسح بالمنديل بالشكل اللي انت شايفين بقى ما شاء الله ما بقاش فيه كده حبر معايا خالص جرابي بقى الطريقة ديت وهتدعي لي عليها إزاي بقى تنظفي كده المضرب مثلا لو بتعملي كيكة أو بتعملي بيد أي حاجة يعني وتوسخ معاك بيبقى رخم جدا في التنظيف هتجمعيهم كده كلهم وهتبدأي كده شمال والمين بالشكل اللي انت شايفين ده وهيتغسل معاك بمنتهى السهولة وهيرجع برضو السلوك تاني زي ما هي بصراحة الفكرة دي في التنظيف جميلة جدا مش هتوقع لك بقى السلوك خالص ولا هيكسر معاك جرابي بقى الطريقة ديت وهتدعي لي عليها وأتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتضسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد بإزالي لو بتفرشي بقى سريرك أو سرير أطفالك وطبعا الميلاية كده ما تبقى السبطة وبطلط كده تزحلق معاهم وكمان الحرف بتاع الميلاية شايفين بقى ما بيبقى الشكله حلو خالص ازاي هنعمل بقى فكرة حلوة جدا عشان نلم كده بيها الحروف بتاعت الميلاية بطريقة سهلة وبسيطة جدا هاتي بقى أي توكة أو أستك كده أي حاجة يعني هنربط بيها الحرف بتاع الميلاية وهتبدأي كده تربطي بقى معاك كويس جدا بالشكل اللي انت شايفه ده بصراحة الفكرة دي حلوة جدا طبعا الأولاد كده بدل ما تقعد بقى الزحلق الميلاية وانت تعمليها كل شوية لا الفكرة دي حلوة جدا هتبدأي كده تربطيها معاك كويس جدا وهتدخليها بقى تحت المرتبة بالشكل اللي انتو شايفينه دوت عايز أقولك بقى الفكرة دي حلوة جدا هتفضل كده سبتة في مكانها هجربي بقى الفكرة دي وهتدعيلي عليها حطي الشراف في الزعافة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وما تشيليش بقى الثتار من مكانها نهائي هنعمل بقى فكرة فظيعة هتبدأي كده تشيل التراب الأول من على الثتار بالشكل اللي انتو شايفينه ده تنفضيها بقى كويس جدا هيتلع معاك بمنتهى السهول هتجيبي بقى طبع وتحطي فيه مياه بالشكل اللي انتو شايفه ده وهتنزلي بقى عليه ببرسل جل أو ربصه يعني عندك أي حاجة ده فيها وهقلب بقى المياه مع برسل الجل أو الربصه اللي هض فيه كويس جدا طبعا أهم حاجة بقى هنا لو انتو عندك نحية الستاير اللي احنا بقى هنخسلها او شاش كهرباء بالشكل اللي انتو شايفه ده هتجيبي بقى قطعة كده من السلطب العريض حتة كده صغيرة من السلطب العريض وهتلزقيها عليها طبعا عشان خاطر لما نيجي نرش المياه طبعا ما يجيش على الكهرباء وهتبدأي بقى يا ست الكل تجيبي بقى المياه وترش على الستاير من غير بقى ما تشيليها ولا توجعي قلبك ولا تجيبي حد يفكهالك وبعد كده تركبيها لا هنا بقى الفكرة أحسن بكتير بتبدأي كده تخسل الستاير بالشكل اللي انتو شايفه ده وبالشكل ده بقى شلت التراب منها وغسلتيها بصراحة مفيش أحلى من كده ولا تتعيبي بقى نفسك خالص ولا تشيليها من مكانها هبدأ بقى كده جيب معايا بخاخة فاضية وهبدأ أحط فيها بقى ربع كباية كده من الدوني أو المعطر يعني عندك أي حاجة كده رحيتها قوية أو برفون كمان حطيها مفيش أي مشكلة خالص حطيها كده في قلب البخاخة بالشكل اللي انتو شايفين وهترش بقى على الستاير بتاعتك الجميلة دي بعد كده ما نظفناها بقى ونشفت كده معانا وبقت زي الفل بالشكل اللي انتو شايفه ده هتلاقي بقى رحيتها معاك تحفة شايفين بقى باسم الله ما شاء الله الستاير معانا بقت زي الفل من غير بقى منشيلها خالص جربي بقى الطريقة دي وهتدعيلي عليها وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي قناتي اتنوريني واتدسي اللايك واشتراك عشان يوصل لكل جديد بإذن الله كلنا طبعا بنعاني بقى من المشكلة دي الضرار كده بتاع القميز بتاع ابنك أو جوزك بيقعد يقع معاك كل شوية وتفضلي بقى تخيطي فيه هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هتجيبي بقى المونكير اللي هو الشفاف اللي انتو شايفينه ده وهتحطي بس نقطة كده من فوق وهتحطي كمان نقطة كده من تحت بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني من النحيتين وهينشف بكده على الخيط نفسه وبالشكل ده بقى مش هيقع معاك خالص بجد الفكرة دي جميلة جدا جربي بقى الطريقة دي وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدس اللايك واشتراك عشان يوصل لتكل جديد باذن الله يلا بينا بقى نشوف الفكرة لبعد كده ايه ازاي بقى تحافز على الموز لمدة طويلة من غير بقى ما يسود معاك ولا يبوز منك هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هتجيبي بقى حتة كده من الورق الفويل وهتبدأي كده تقطعيها معاك بالشكل اللي انت شايفينه ده وياخد بقى حتة منها ويحطها بقى في الجزع بتاع آآ الموز وهلفها بقى معايا كويس جدا بالشكل اللي وبالشكل ده بقى هنحافز على الموز وما يسودش كده معانا على طول ويعب معانا مدة طويلة بجد الفكرة دي جميلة جدا ومعروفة يعني ورق الفويل ده معروف من زمان جربيها وهتعجيبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو اتنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل للقل جديد بازن الله الفكرة دي بقى جميلة جدا هنجيب بقى الكمامة قبل ما ترميها طبعا هناخد بقى الجزء ده منها اللي هو اللي بيبقى الحديد دوت هبدأ كده قصه معايا وهطلعه بجد الفكرة دي جميلة جدا يعني نستفاد كده بالجزء اللي بيبقى في الكمامة وهبدأ بقى كده اجيب آآ السلك بتاع الشاحن بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهبدأ كده قلمه معايا وهلفه بقى معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا الفكرة هنا بقى جمعنا السلك كده كله بدل ما هو بقى بيتلعبك معاك او ممكن كمان تحطيه مع شاحن تاني يخشه ببعد لا الفكرة دي حلوة جدا جدا جربيها بقى وهتعجبك جدا نيجي بقى هنا للفكرة الاساسية معنا وهي رشي البيكينباودر قدام عتبت شايتك هترشي بقى البيكينباودر معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده بجد سحري هيخلصك من حاجتين اول حاجة لو عندك نمل او سراصير مسلا باستمرار وبيتخش لك هتمنعه نهائي تاني حاجة هتعمل ريحة حلوة جدا قدام عتبت شايتك كده وهتبقى الريحة تحفى وتالت حاجة بقى لو عندك مسلا يعني قطط باستمرار بتعمل بقى رويحة كده مش لطيفة هتخلي بقى الريحة حلوة جدا وهتمنع عنك القطط جربي بقى الفكرة دي وهتدعي لي عليها نيجي بقى هنا للفكرة الاساسية هجيب بقى السوليتيب العريض دوت وهبدأ كده قص حتها وحطها بقى في حرف المقشة بالشكل اللي انتو شايفينه دوت وهتبدأي بقى تكنوسي معاك الشقة كده هتلاقي بقى التراب كله تجمع في مكان واحد يعني بصراحة ميزة هنا اللازق ان هو بيجمع عملك في مكان واحد وفي نفس الوقت كده هتلاقي التراب لازق معاك في السوليتيب شايفين بقى؟ شايفين السوليتيب بقى كله تراب بصراحة فكرة جميلة جدا جربيها بقى وهتدعي لي عليها لو عندك بقى الكب او الخلاط طبعا بيبقى ريحتهم مش حلوة خالص طبعا مطرح لحمة بقى مثلا بصل خضروات اي حاجة طبعا بتقطع فيها لا هنعمل بقى فكرة حلوة جدا عشان خاطر تبقى ريحتها معانا حلوة طول الوقت هنحط كده لمونة واسماعة نصين وربع كباية من الخلط طبعا الفكرة هنا للكب او للخلاط وهتبدأي بقى تدرابيهم كويس جدا كده بعد ما ضربتهم معايا الكب او الخلاط هتبقى ريحتها معاك طول الوقت تحفى جربي بقى الطريقة ديت وهتعجبك جدا الفكرة دي بقى حلوة جدا طبعا كلنا بنجيب السلك الخشن دوت او السلك الناعم وبيبقى فيه منه ناعم وخشن يعني عيا كان المهم طبعا زي ما انتم ما شايفين كده بيعضي بهدل الدنيا هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هناخد بقى حرف السلك بالشكل اللي انتم شايفينه دوت وهنلفه بقى يعني كده تعمليها زي كحكة كده معاك بالزبط وتبدأي بقى تقصي بالشكل اللي انتم شايفينه دوت عشان بس تبقى جهزة بقى معاك يعني طبعا بنبقى واقفين في المطبخ مستعجلين يعني بدل كده ما نشد ونقطع ونبهدل الدنيا وينزل بقى كل اللي انتم شايفينه دوت لا هو بصراحة بيبقى رخم جدا فدي بقى الفكرة دي بتبقى سهل جدا علينا تبدأي كده تقطعيه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت هعمل برضو معاك واحدة تانية تبدأي كده تجيب الحرف بتاع السلكة اهي وتعمليه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت اهو وتقصي يعني تعمليها كده بقى صغيرة كبيرة براحتك خالص بس بصراحة الفكرة دي حلوة جدا بتبقى جهزة معانا بقى على طول على الاستعمال مش لسه بقى نقطع ونبهدل الدنيا اهو بالشكل كده بقى ترسيها بالشكل دوت في العلبة هكمل بقى نباقية الكمية بالشكل دوت ده بقى حطيت السلك كله في العلبة شايفين بقى الجمال بجد فكرة جميلة جدا شايفين بقى اللي طلع من السلك يعني بصراحة بهدلة اه فوق ما تتخيالي فالفكرة دي بقى حلوة جدا هتساعدت كتير وهتريحك كتير طبعا من كلنا كده بنجي نقطع منها وبتبقى دينا مبلولة وبنبوز السلكة اللي قبلها واللي بعدها يعني بصراحة بتبقى الفكرة دي جميلة جدا جربيها بقى وهتعجبك جدا وطبعا تحطيها بقى في العلبة او في كيس ايا كان يعني مفي مش اي مشكلة خالص جربيها بقى وهتدعيلي عليها واتمنى لا اول مرة تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصل لكل جديد باذن الله